قبل يوم من ذكرى ثورة 17-20 وبعد يومين من مقتلة 14-20 الأول جاء خطابه رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ليضع الزيتة على النار بيرجع بينجوي بسفك الدم لأنهيدي طبيعته وجريمة الطيونة أكبر برهان فهو اتهم الثورة بالعمالة قبل يوم من إحياء ذكرها الثانية وحزب القوات اللبنانية بالإجرام بعد أحداث 14-20 الطازة والتي لم تبرد نيرانا فتنتها فماذا يريد باسيل بالتحديد من هتين الرسالتين؟ أهون شيء هو اتهم الغير بالعمالة والاتهم الآخرين كمان بالإجرام قبل ما يبين أي شيء بالتحيقات هذا الكلام كلام انتخابي بامتياز لا هو محقق ولا كان على الأرض ولا بيعرف شو صار خير جبران باسيل جمهوره بين تاريخي 6 شباط و14-20 الأول قائلاً أتريدون الفتنة أو الاتفاق مشيراً إلى أن تحالفه مع حزب الله صامد لا هو مش ياللي بيدعي حماية منطقته بإطلاق النار من بين أهله صحيح أنه أيد التحقيق في جريمة أربع أب وبالوقت نفسه لم يكن جازماً بأن القاضي طارق البطار غير مسيس يعني بترك إذا بدك مسائرة سياسية لحزب الله لحتى ما يزاعي الحلفاء ولسيما أنه حلفاء عايزين وهو عايزهم هو مرشحهم الأول لرئيسة الجمهورية ما معنى جمهور ثورة 17-20-70 كان هو بده ينزل يعمل بأن هللان ثورته الخاصة يلي بتواصله لأهداف سياسية وكانت بالخطة حسب ما يعني هذا كله بالاستنتاج ممكن كان أنه يصير في قلب طولي لصالح هو ثبقته ثورة 17-20 على الأول عم يرجع يفسرها بطريقة أخرى أنه ثورة 17-20 ثبقته على السحات أنه كان بده يعمل ثورة مثلها أكيد مش مثلها كان يبقى أن باسيل لم يتطرك إلى رواية إطلاق الجيش النار على أحد المتظاهرين بده يجرب شد العصب وما بده يستعد الجيش ولا بده بالعكس يثني على الجيش السبب هو لأنه دايما قائد الجيش في لبنان تقليديا منافس لأي مرشح لرئيسة الجمهورية ففي ذكرى استشهد فيها أبطال الجيش اللبناني وتركوا لوحدهم يواجهون مصيرهم تخلى جبران عن كرامتهم إكراما للسيد حسن نصر الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر